سيد عصفور أبدأ معك بالسؤال الكبير في هذه المقابلة ما الذي قدمه الرئيس بايدن للقضية الفلسطينية على مدار العشرة شهور الماضية بأعتقد أنه المحصلة صفر بالمعنى المباشر من ناحية الوعود تحدث ولكن موضوعيا بأعتقد أنه هناك مش فقط إهمال سياسي وأن ما سمح للحكومة الإسرائيلية اللي أنا شخصيا بسميها حكومة الإرهاب السياسي أن تتجاوز كليا وجود السلطة الفلسطينية ما فعلته هي أكثر سوءا من نتنياهو بيقول لك أنا لن أتعامل مع رئيس السلطة لأنه فاسد لا يمثل الشعب الفلسطيني أن هذه السلطة أنا غير معني سياسيا بها نتنياهو ما تحدث بهذه الطريقة يعني بكل حقارته السياسية لم يكن بهذا السوء وبعتقد أن الإدارة الأمريكية لم تفعل سواء أن تتصل وتطمئن وتهدئ البال حتى ما تفلت الأمور وبعتقد أنه لما تتحدث عن أنه هناك مكالمة واحدة حدثت منذ أن استلم السلطة بايدن مع الرئيس محمود فقط خلال حرب على مايو من أجل أن لا تنفجر الضفة الغربية يعني كانت مكالمة من أجل السيطرة على الأمن ولجها من أجل دعم السلطة الفلسطينية والحديث الدائم عن فتح القنصلية تحول إلى نوع من السخرية السياسية خلينا أقول عندما تتحدث إسرائيل بكل وقاحة أن أمريكا تحتاج إلى طلب رسمي من حكومة إسرائيل لتفتح لها قنصلية ولتكن القنصلية في رمالة ولكن ليس في القدس المعنى هنا أن أمريكا حتى هذه اللحظة لم تفترق لم تفترق عن ما قام به ترامب باعتبار القدس وليس الغربية القدس ككل هي جزء من إسرائيل ولمفروض أمريكا تعلن رسميا أن القدس الشرقية هي أرض محتلة وفق لكل القرارات مما فيها قرار أمم المتحدة 19 سعالة 67 2012 تبع الأمم المتحدة وأيضا قرار الجنائية الدولية اللي حدد الولاية ضمن حدود 1967 الإدارة الأمريكية حتى الآن لم تتعامل مع القدس باعتبار القدس الشرقية جزء من الأرض المحتلة هي تحدث عن فتح قنصلية دون أن تحدد هذه جزء من أرض فلسطين بعتقد أن هذه مسألة لا يجوز التغاضي عنها بهذه الطريقة بعتقد أن إدارة بايدن هي تحاول أن تهدئ من روع الوضع الفلسطيني ولكن شخصيا أنا بعتقد أنها لا تقل سوءا عن الإدارة السابقة